سلة ازمات تعاني منها القطاعات الانتاجية في مناطق سيطرة نظام الاسد زاد من حدتها اجراءات النظام وقراراته التي ادت الى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد وانسحاب الكثير من رجال الاعمال من السوق السورية واغلاق منشآتهم التجارية او عرضها للبيع صحيفة الوطن الموالية للنظام كشفت عن اغلاق خمسين شركة من اصل ثمانين خلال الاشهر ثلاثة الاخيرة دون ذكر الاسباب في حين ذكر خبير اقتصادي للصحيفة ذاتها ان السياسات الاقتصادية التي تتبنها حكومة النظام وخاصة التركيز على جباية الضرائب تقف وراء ذلك معتبرا ان قرارات الحكومة لتشجيع زراعة وصناعة خجولة جدا مقارنة بالقطاع السياحي بحسب الصحيفة التسارع في اغلاق شركات لم يكن الاول في مناطق النظام ففي ايلول الماضي اصلت نحو 1200 شركة شحن اشعارا الى اتحاد شركات شحن البضائع الدولي باحتمال الاغلاق الكامل نتيجة الضرائب المفروضة يوميا والحجوزات من وزارة مالية في حكومة النظام بحسب صحيفة الوطن والى جانب التعقيدات التي يفرضها نظام الاسد على حركة السحب من المصارف ونقل الاموال بين المحافظات والتحديد مبلغ الحوالة تأتي اتاوات حواجز الفرق الرابع بقيادة ماهر الاسد على نقل البضائع بين المدن السورية او تلك القادمة من المرفأ تصديرا لتزيد الخناقة على اصحاب الشركات ورجال الاعمال بحسب موقع اقتصاد وفي السياق ذاته اعتمد النظام مؤخرا على ما يعرف بمداهمات المكتب السري لتمويل نفسه وبينما تضاربت الانباء حول الجهة التابع لها موقع الحرة تحدث عن ارتباط المكتب السري بتيار اسماء الاسد مشيرا الى ان عمله ليس الاتاوات فقط انما يهدف الى اجبار التجار على ان يكونوا تابعين لها ايضا سياسة النظام المالية واطلاق يد اذرعه العسكرية والامنية للتدخل في الملف الاقتصادي وادارته عوامل اثقلت كهر اقتصاد البلاد في وقت سجلت الليرة السورية تراجعا كبيرا امام الدولار الامريكي تجاوز الخمسة الاف ومئة ليرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة